عندما تكون المشتركات أكبر من الخلافات تتلاشى الحواجز عند أول نظرة مصيرية المشتركة الكلام هنا عن التقارب التركي الخليجي وعودة هذا المحور الإقليمي المهم إلى الالتئام في ظل مرحلة حارجة يعيشها العالم وتمر بها المنطقة دوافع خارجية وداخلية طوت صفعة الخلافات بين تركيا ودول الخليج العربي بعد أن اشتدت ووصلت إلى مرحلة القطيعة أو كادت ولسيما بعد الأزمة الخليجية زيارات رسمية على أعلى المستويات بدأت بين الإمارات وتركيا ومن ثم بين تركيا والسعودية وجاءت زيارة أمير قطر تميم بن حمد الثاني إلى تركيا لتؤكد أن وعيا إقليميا بخضورة المحالة الدولية سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي الملف الاقتصادي كان من أجندات التقارب الخليجي التركي وتنشيط المجال التجاري وتكثيف الحراك في هذا المجال يضاف إلى ذلك الأفق الثقافي بين الطرفين لكن في رأس قمة ثمار التقارب هو الملف السياسي وربما بات يدرك الطرفان التركي والخليجي حاجة بعضهما البعض لتكوين جبهة سياسية تشكل خطاً أمام أي سيناريو مجهول قد تفرضه المتغيرات العالمية التي تفرزها على سبيل المثال للحصر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بالنسبة لدول الخليج العربي باتت النظرة السياسية إلى سلوك بايدن بعين الريبة خصوصاً بعد التغير الحاصل في مساري الملف النووي الإيراني وتقديم بايدن بما يشبه التنازلات للنظام خامنئي وإعادة تنشيط حراكه الخارجي القائم على دعم الميليشيات بغية بث الإرهاب والخراب في المنطقة الثقال العسكري والإقليمي لتركيا جعلها حليفاً لازماً للدول العربية وخصوصاً بناء على قواسم دينية وثقافية وإقليمية مشتركة تحتم المصير الواحد للمحور العربي التركي الذي ظهرت مؤشراته